سهي الخير عزائي المشاهدين يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دقة قلب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومشكلة بتواجه كل فئات المجتمع هنتكلم عن موضوع بشوف فيه ناس ما بتقدرش تطلع سلم عندها مشكلة في الحركة عندها مشكلة في اللبس مقسات اللبس عندها مشكلة في نهاية بيجي لها ضغط نفسي بسبب المشكلة دي بتتعرض لتنمر موضوع حلقتنا النهاردة هو عن السنة والنحافة هيقدم لنا وهتكلم معنا في الحلقة دكتور أشرف شعروي خبير تغذيل علاجية أهلا بحضرك يا دكتور أهلا بحضرك أهلا بكلمة في البداية دكتور كنا عايزين نعرف ايه هي السمنة أو يعني ايه سمنة تمام مبدئيا يعني احنا قبل ما نقول يعني ايه سمنة احنا لازم نميز الفرق ما بين السمنة وزيادة الوزن ودي نقطة مهمة جدا السمنة لأوب سيتي معروفة لها زيادة في تغذين الجسم تمام أو نقول زيادة في شحوم الجسم تمام ولكن زيادة الوزن بتختلف طبعا زيادة الوزن يعني أوفرويت بتختلف الرؤية شوية بتبقى زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي أو المعدل المثالي بمقارنة بطول المريض ودي نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نفرق ما بين الاثنين ما بين السمنة وزيادة الوزن مبدئيا طبعا يا دكتور ايه مشاكل اللي ممكن نتعرض لها كوزن زايد يعني ايه هي المخاطر والمشاكل اللي ممكن احنا نتعرض لها بسبب موضوع ده والله هو برضو سؤال فغاية الاهمية ويعتبر هو ده السؤال اللي خلنا نعمل الحلقة مشاكل كتير جدا يعني احنا نقول مثلا لو هنتكلم في مشاكل زيادة الوزن هنقول رقم واحد ارتفاع ضغط الدم نقول مثلا مرض السكري ومرض السكري ده على فكرة مرض يعني نقول مع نسبة كبيرة جدا اللي هما بيعانوا من مشكلة السمنة مرض السكري ده بيجي طبعا في البول كلنا عارفينه من النوع التاني يعني بمجرد ما المريض بيزبط وزنه بيروح مرض السكري تماما وبيتعافي على فكرة مرض السكري ودي نقطة فغاية الاهمية عندنا برضو مشاكل تانية زي مثلا جلطات جلطات في القلب جلطات دماغية كل ده بسبب السمنة كل ده بسبب مشاكل كتير قوي يا دينا ده مش بس كده ده كمان عندنا يعني الضعف الجنسي لدى رجال والسيدات بسبب السمنة عندنا ابحاث تانية كتير جدا بتقول احتمالية سرطان ربنا عافينا في الرحم او احتمالية سرطان في القولون ودي طبعا مشاكل جامدة قوي ده طبعا مش كفاية ده احنا لسه كمان عندنا مشكلة ممكن يحصل مشكلة جامدة اسمها مرض الكالية او احتلال الاحصاب مشكلة العظام يجي مثلا المريض يروح لدكتور عظام يا دكتور لعندي مشاكل جامدة في الفقرات اعمل ايه يا دكتور لعندي مشكلة في الفقرات يعني مشكلة جامدة مزمنة تمام يقول له له خس يعني انه يخس ده بمثابة علاج لمشكلة الفقرات مشكلة تآكل وظروف المفاصل ودي مشكلة برضو بيعني منها كتير قوي من اللي هما وصنهم تقيل تمام غير برضو المشاكل النفسية والمشاكل الاجتماعية يعني احنا كتير قوي على فكرة بنشوف برضو المشاكل النفسية والاجتماعية يعني للأسف ممكن نلاقي مثلا معney مشاكل اجتماعية يعني في مشاكل عضوية وفي مشاكل نفسية طبعا بي تأثر جدا تمام يا ممكن يقول له ممكن يقربوا يعني حياتهم مع زوجته مثلا بالسلم أو لها لو ما خستيش مش عارفه ايه ممكن مشاكل كتير قوي تحصل كتير تيجي تقول أنا لو ما خسيتش أنا ممكن جوزي يطلقني أنا ممكن جوزي مش عارفة يتجوز على حياة كتير قوي بتحصل بسبب السمنة فيه برضو مشكلة تانية مهمة جدا التهابات الجلد الفطرية ودي برضو بسبب السمنة بسبب زيادة الوزن وبنسبة للحمل برضو طبعا بتأثر عليه جدا يعني لو واحدة مثلا هتحمل ممكن يجي لها متناع حمل بسبب السمنة السمنة ممكن تعمل لها مشاكل جامدة قوي في الهرمونات تمام غير طبعا عندنا أمراض حصوات المرارة برضو بسبب السمنة الرابو بسبب السمنة عندنا برضو فتك الحجاب الحاجز بسبب السمنة عندنا كوارث كوارث كتير قوي ممكن احتمالية حدوث برضو سرطان في السدي والنقطة دي مهمة جدا يعني السمنة دلوقتي بقى لأسف مرض العصر ولكن إن شاء الله يعني أنا عايزة أطمنكم مش عايزة إليكم طبعا أنا أسفة بقولي الكلام ده كله بس إحنا لازم نبقى عارفين إيه الخواطر عشان يبقى عندنا الرغبة يعني الرغبة مش بس إن إحنا يبقى شكلنا كويس إن إحنا مش عارفها يبقى لابسنا لا لا خالص الرغبة إن إحنا عايزين إن إحنا يبقى عندنا الصحة الصحة في البداية كان دور على الشكل والمظهر أنا حتى دايما يعني أحب الكلمة أقول إن الرشاقة ده رقم واحد والجمال رقم اثنين قبل الوزن ودي نقطة مهمة جدا يعني إيه الكلام ده والنقطة دي برضو عايز برضو أثرها لناس كتير أنا دلوقتي ممكن حد يجي يقول مثلا أنا يعني ماشي على برنامج مع نفسي وبخس جميل برافو بتخس طب هل نزولك ده نزول صحي ولا نزول غير صحي اللي هو الوش بيخس الصحة بتقل يعني سي مثلا لا أنا مش عايزين كده خالص يعني حضرتك لما نيجي نتابع مع دكتور متخصص غير لما نخس مع نفسي طبعا لما نتابع مع دكتور متخصص مكياسنا مش مكياسنا الميزان خالص المكياس دلوقتي إن إحنا لو بنمشي مثلا عشر دقايق تقول لا أنا بمش دلوقتي الساعة مش بنهك أنا بطلع بطلع الدول الأول دلوقتي ممكن نطلع الخمس الدولة دكتور منهكش جميل برافو إحنا عايزين كده تمام تقول مثلا أنا يعني يعني بخس تمام وبالفعل قريدي جسمي بينزل بس البشرة عندي فيه فيه كده حكما بيتقولي يعني من شوية وشي بيبهد بحس إن أنا مجهدة لا خالص مين اللي قال كده بالعكس معنى إن انت تنزلي إن انت صحياتك تزيد دي رقم واحد طبعا في المقام الأول في المقام التاني الجمالي كمان يزيد يعني إحنا كمان لسه هنتكلم يعني إن السمنة يعني يعني القضاء عن السمنة يعني معناه يعني جمال مش إن إحنا جسمينا ينزل تمام وبعد كده بقى نحس إن إحنا مثلا إيه وشنا متغير كل اللي قابلنا مش عارفة إيه حضرتك يعني إنت إيه فيه مشكلة عندك إنت مجيد لا خالص الموضوع مش كده لكن لو بنتابع يا جماعة لو بنتابع مع دكتور الموتى خصص أولا رشاقة هتزيد ونقطة مهمة جدا النقطة التانية الجمال الجمال هتزيد والموضوع إن شاء الله يعني سهل جدا وبسط جدا والنهاردة هنحاول بقدر الإمكان نقدم حلول يعني سهلة وبعدين فيه 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 نقطة مهمة جدا إحنا كل كلمة هنقولها يا دينا في البرنامج هتكون تبقى لكواعد علمية وليست وسائل أو وصفات تجربية ودي نقطة على فكرة مهمة جدا تبقى على النت ومثلا أنا دخلت شفت وصفة مشيت عليها طفحية في اليوم ربع رغيف حاجات كده فطبعا جسمي ما بيفوش بروتين فده خطر طبعا على مبدئيا كل الوصفات دي يعني مش هقول كلها طبعا معظمها للأسف مش صح يعني أنا الفكرة كلها يعني لا احنا عايزين نخس بطريقة بطريقة يبقى مشينا على نظام بطريقة علمية يعني أنا مثلا ما ينفعش أقول إن أنا أخد حاجات مثلا ما أخدش حاجات خالص الجسم محتاج كربوهيدرات الجسم محتاج بروتينات الجسم محتاج سعرات حرارية الجسم محتاج فيتامينات ومعادن نحن نشوف إزاي نقدر ندخل كل الحاجات دي وفي نفس الوقت نعمل رجيم الله يفتح ليكي تمام طب يا دكتور بالنسبة لفحوصات أو تحليل قبل مبدأ رجيم أو قبل مبدأ دايت في أي حاجة في الفحوصات أو تحليل بنقدر نعملها عشان نبقى ماشي مظبوط يعني ما فيش أي خطر يبقى على البني آدم اللي بيعمل رجيم والله يعني مبدئيا إحنا طبعا تكلمنا في جزئية إن إحنا عايزين نخس من غير ما نحس أو عايزين نخس وفي نفس الوقت يعني الصحة عندنا تزيد والجمال عندنا يزيد تمام وده الفرق بقى ما بين حد بيخس مع نفسه أو حد بيخس مع ناس متخصصة مبدئيا لما نحب إن إحنا عايزين نخس يعني بس يكون يعني النزول وزن صحي تمام رقم لازم يكون فيه عدة فحوصات إحنا برضو ممكن نقولها يعني سهلة وبسيطة جدا إحنا ممكن طبعا يعني رقم واحد بنطلب السي بي سي اللي هي صور الدم كاملة وبنطلب تحليل الول فيتامين دي بنطلب برضو تحليل نسبة الكالسوم تمام بنطلب برضو حاجة اسمها ملف الدون لابة بروفايل يعني لابة بروفايل بيختصر فيه كوليسترول تراج تعرف الدون قد إيب الزبط في الجسمة عشان تقدر تعالجها تمام الـ LDL الـ HDL بنطلب كمان تحليل غدد تحليل غدد مهمة جدا الـ TSH تسري تفور لازم نعرف برضو نسبة فيتامين به 12 في الجسم نسبته كام هل فيه مشكلة في نسبة الكالسوم ولا لا يعني ممكن المريض مثلا يكون عنده مثلا مشكلة مثلا نسبة فيتامين دي الأوليالة وده يكون السبب الرئيسي على فكرة إن جسمه زايد وما يعرفش يعني الفكرة مش أنا أمشي على نظام ضايد بس خالص الموضوع مش كده تلازم أتابع المفروض إنه أنا أتابع أنا عايزين ننزل نزول صحي تمام لازم برضو أعمل تحليل سكر تراكمي وأنا اتكلمت على النقطة دي تحليل سكر تراكمي على فكرة مهمة جدا اللي هو بيدي نتيجة يعني السكر آخر 3 شهور تمام ودي بيفرق معي كتير بناءا بقى على التحليل بمجرد النتيجة ما بتطلع بنبدأ نشتغل بنشوف بقى إيه مشكلة المريض هل كان عنده مشكلة مثلا في الدهون هل عنده مشكلة في الغدد هل عنده مشكلة مثلا في نقص فيتامين به مركب وشوفنا حلاء كتير جدا على فكرة عندها نقص فيتامين به مركب بنحل المشكلة الأول طبعا في حاجة كتير إنجيكشن في حاجة كتير جدا إنجيكشن أو حاجات تابلت بتتاخد بترفع وبتحفظ على مستوى فيتامين به 12 تمام فالموضوع إن شاء الله سهل جدا بس إحنا يعني النهاردة جايين نتكلم إن إحنا يعني عايزين نخس بس نزول صحي وبيصحبه جمال يعني الأول نزول صحي بعد كده بيصحبه جمال وديناه تمام جدا طب يا دكتور بالنسبة للنظام الغذائي حديك ممكن تقول لنا إيه أفضل نظام الغذائي ممكن نمشي عليه أو طريقة أكل معينة مثلا صحية مبدئيا السؤال ده على فكرة مهمة جدا يا دينا وأنا بس عايز يعني أتكلم في الموضوع ده يعني الموضوع ده برضو يعني نقطة مهمة ما ينفعش إن نظام الرجيم أدي لدينا يتماشى مع كل الناس لا بتختلف على فكرة اللي يجي يقولك فيه نظام غذائي مطبوع تمام امشي على نظام يعني ما ينفعش يعني كل حالة بتختلف البني أدم الطبيعي والبني أدم اللي هو عنده مرض مثلا تمام يعني إحنا مثلا لو كلمنا في أنظمة الرجيم هنلاقي أنظمة الرجيم كده جدا يعني هنلاقي مثلا من ضمن أنظمة الرجيم فيه رجيم اسمه رجيم السعادة تمام ده نظام الرجيم على فكرة علمي فيه نظام الرجيم اسمه الرشاقة فيه نظام الرجيم اسمه نظام هوليود احنا بس ما اكتفناش بكده فيه رجيم التخلص من الكرشي فيه رجيم السعرات الحرارية فيه رجيم برضو الشخصية الاجتماعية فيه رجيم السكرتيرا فيه رجيم الشخصية المحبة للمواطعة فيه رجيم السعادة على فكرة ده مهم جدا فيه رجيم ضد الكسل فيه رجيم الشخصية المشهورة فيه رجيم نفرتيتي ملكة مصر كلنا عارفينها فيه رجيم اسمه إيفا براون زوجة هتلر وده نظام رجيم على فكرة ممتاز فيه رجيم اسمه رجيم الصيني يعني فيه عدة فيه رجيم يعني رجيم الصيني ده على فكرة أو رجيم فيه رجيم برضه اسمه رجيم اللي هو الأكل كل ساعتين تمام مهم جدا فإحنا يعني لو هنتكلم على نظام رجيم معين تمام طبعا كل حالة زي موضحك برضه برجع أكد كل حالة بتختلف تمام ولكن أنا ممكن يعني ناخد نبزة مختصرة المبدئين موضوع سهل وبسيط جدا بس هو الموضوع لازم عايزين إرادة لازم يكون عندنا إرادة إن إحنا نخيص تمام طب نكمل كلامنا بعد الفاصل يا دكتور نروح فاصل ونرجع لكم إن شاء الله استنون تحترام أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا مع دكتور أشرف شعراوي خبير تغذية العجية أهلا بحضرك مرة تانية دكتور أهلا بك يا دينا أهلا بحضراتي كنا بنكلم يا دكتور قبل الفاصل عن الأنظمة تقدر حضرك تشرح لنا الأنظمة إحنا قلنا طبعا أن ما ينفعش كل حالة بتختلف يعني ما ينفعش نظام الجيم واحد بيتناسب كل الحالات وعلى فكرة السؤال ده برضو مهم جدا يعني ما ينفعش نقول فيه نظام معين يتماشى مع كل الحالات قلنا كل حالة بتختلف ممكن يكون مثلا الجاي ده مريض سكر بياخد نظام الجيم مختلف ممكن يكون مثلا نباتي بياخد نظام الجيم مثلا مختلف ممكن يكون عنده مشاكل معينة ما ينفعش أداره حاجات معينة وفي حاجات ما ينفعش أدهاله تمام ولكن احنا قلنا أن فيه أنظمة كتير جدا يعني فيه نظام برضه نظام اسمه نظام الكيو والأناناس النظام ده على فكرة مهم جدا فيه نظام رجيم اللي هو رجيم الصيام نظام رجيم الصيام والتخسيس وده نظام مهم جدا فيه نظام اسمه رجيم الإسلامي وده برضه نظام مهم جدا نظام رجيم الإسلامي على فكرة حق يعني نجاحات مبهرة عندنا وقلنا برضه فيه نظام رجيم اللي هو لتنظيف الجسم وده برضه بيختلف واتكلمنا أن احنا قلنا أن فيه نظام السعادة وفيه نظام رجيم هوليود لها بتاع الممثلات كل نظام ده اسمه تمام ونظام رجيم نيفرتيتي نيفرتيتي تمام ممكن تشوح لنا واحد منهم يعني مثلا ممكن تقولنا إيه نيفرتيتي ده تمام أولا نيفرتيتي دي ملكة مصر وكلنا طبعا عارفينها وبالمناسبة نظام نيفرتيتي علمت العالم كله قصص وقواعد الرشاقة والجمال نيفرتيتي وكان نظامها سهل جدا ومسيط جدا اسمه نظام اليوم الواحد نظام اليوم الواحد ده يعني هو يوم واحد بس في الأسبوع بتاكل فيه على مدار الـ 24 ساعة كيلو ونص فاكهة تمام بقى الأسبوع الـ 6 يام مفتوح براحتها بتاكل ليه عايزاة ولكن اليوم ده يعني ما بتخرجش من إطار كيلو ونص فاكهة إما أكلات إما بيكون بشكل عصير طبعا من غير سكريات أو أي حاجة وإحنا ممكن على فكرة نظام نيفرتيتي بيتناسب مع حلقة كتير جدا يعني كواسي أنت برضو أكدتي أو ركستي على نظام نيفرتيتي نظام نيفرتيتي إن هي مدار الـ 24 ساعة مش بتزود عن يعني ممكن الكيلو الفاكهة تمام بتاكله مثلا فاكهة عدية متقطعة النص الكلو التاني ممكن بتعمله بشكل عصير الـ 24 ساعة مش بتاخد أي حاجة غير الفاكهة يعني اليوم كله فاكهة اليوم كله فاكهة ده يوم واحد بس طب وده مش خطر يا دكتور خالق إحنا بنتكلم يوم واحد بس وبقيت الأسبوع الـ 6 يام برحتة بتاكل كل اللي هي عايزة روتين و كل حاجة هي عايزة إحنا عارفين إحنا قلنا طبعا إن الجسم محتاج حياة كتير في الجسم فهي يعني هو يوم واحد بس بتاكل في الفاكهة اللي هو بيقى فيه فيتامينات ومعادن موضوع الماء على فكرة موضوع الماء مهم جدا 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 نشرب ماء كتير على قد ما نقدر برضو النفرتيتي عشان أعلمتنا قصص كواعد الجمال والرشاقة أكدت على نظام اللي ركزت يعني أكتر الناس اللي ركزت على نظام الفاكهة وممكن إن إحنا نخليه كل 3 يام نظام الفاكهة تمام يعني نخليه يومين في الأسبوع وبقية الأسبوع يبقى برحتنا فيه ما فيش أي مشكلة خالص تمام يا دكتور طب بالنسبة لأسباب السمنة يعني إيه أشهر أسباب مثلا بتؤدي للسمنة أو ناخد بالنا منها تمام أسباب السمنة طبعا إحنا هي عدة أسباب أهم سبب فيها رقم واحد اللي هو النظام الغذائي الغذي جيد ودي نقطة طبعا أنا اتكلمتي فيها ووضحتها إن لكل حالة بيبقى لها نظام رجيم مختلف عن التاني ده رقم واحد رقم اتنين كلة ممارسة رياضة ودي على فكرة مهمة جدا 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 يعني إحنا دايما نلاقي معظم الناس بيقول لك كل وحرق كل وحرق أكلنا كتير يعني نمشي كتير أكلنا قليل نمشي قليل يعني موضوع رياضة مهمة جدا وأنا في موضوع رياضة يعني مش عايز أشق خصوصا إن في حالات كتر جدا سدناها مش بيناسبها أو ظروفها يعني بتبقى مثلا ست بيت صعب إنها تخرج وكده ولكن إحنا هنقول مبدئيا هنمشي لو 20 ديئة بس والماشي 20 ديئة على فكرة مهمة جدا وكل يوم هنزود 5 دقايق كل يوم ماشي ولا كل كم إحنا مبدئيا هنقول كل يوم 20 ديئة مش كتير 20 ديئة يعني مش كتير خوار السانية دي ونزود من إمتى بقى يعني لو كل يوم مثلا 20 ديئة وهنزود كل يوم 5 دقايق هتوصل معنا مثلا لحد ما نوصل مثلا لساعة معنى إن إحنا مشينا ساعة إن إحنا نحرق من 850 ل 1575 ساعة حراري يعني مهم جدا الموضوع الماشي تمام الماشي يعني إحنا الناس بتوعب زمان مثلا وكلنا عارفين ما كانش عندهم موضوع السامنة كانوا بيحرقوا ما كانش الحاجات متوفرة ما فيش بقى العربية والمكتب رفو عليك تمام والحاجات لا كان فيه تعب وفيه جهد وفيه ماشي بيمشوا كتير بيحرقوا وكانوا بيأكل كل حاجة فإحنا الموضوع الماشي مهم جدا يعني فيه برضو لو عندنا مثلا القصور في الغضط الوظيفية وزي ما ذكرت برضو لو عندي مشكلة في ناصف أي تمندال أو عندي مثلا مشكلة مثلا في ملف الدهون لو عندي مشكلة في الكالسيوم فيه كمان نقطة من ضمن أسباب السمنة هنا فيه حاجة أسمها استعداد راصي يعني فيه فرق ما بين أقول إن أنا إن ده استعداد راصي أو أقول سبب راصي إيه الفرق ما بينهم فيه فرق طبعا الاستعداد راصي يعني هو مستعد إنه هو يجيل له مورد السمنة وبالتالي هيعاني من مشكلة السمنة طيب لو مشكلة وراصية مشكلة وراصية مثلا اللي هي مثلا يعني زي لون العين لون الجلد مثلا دي مشكلة راسية لكن ده استعداده راسي كل العلماء أكدت والأبحاث أكدت أنه استعداده راسي وليس سببه راسي ونقطة دي مهم جدا عندي برضو لو عندي مشكلة ناصف تناول بعض الوجبات زي ما اتكلمنا احنا قلنا لازم لازم أن احنا في الأكل بتاعنا يكون فيه بولتنات لازم يكون فيه كاربوهيدرات لازم يكون فيه فيتامينات ومعادن بطريقة معينة طبعا طبعا لازم يكون فيه دهون والدهون دي على فكرة فيه دهون مفيدة دهون المفيدة دي على فكرة زي ماسئل هي موجودة في الزيت الحارل موجودة في زيت الزيتون اللي موجودة في المكسرات المكسرات الناية بس طبعا لم حمصة يعني ولا ملحة عندي برضو أصار الجانبية لبعض الأدوية ممكن بعض الأدوية تسبب سمنة تمام ودي برضو نقطة مهمة جدا يعني فهي لو هنتكلم عن أسباب السمنة أسباب السمنة كتيرة وإن شاء الله طبعا أيا كان السبب إن شاء الله يعني بتتعالج بسهولة بنعرف بس إيه المشكلة إيه السبب أنه مثلا سمينه بنعالج المشكلة وبنحط مثلا هل هو مثلا مشكلة أنه مش بيمشي بنخليه يمشي مشكلة أنه عنده مشكلة في الغدد مثلا بيتحاول مثلا لطبيب متخصص بيأخذ علاج معين مثلا يرجع للدكتور بتاعه وغيرهله بحاجة تانية بنفس الأكشن ولكن طبعا مش هتسبب زيادة الوزن التوتر النفسي التوتر النفسي والصحي بيسبب سمنة يعني ودي نقطة على فكرة برضو مهمة يعني يقول أنا 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 ما عنديش مشاكل خالص حيتي كويسة بس أنا يعني وزني أعمل إيه تمام لو عنده مشكلة برضو نفسية أو توتر بيبقى سبب رئيسي على فكرة في حدوث السمنة اللي هما بيأكلوا كتير دول اللي هوا كلما تخيني أكل بالزبط ده إيه طبقاء علقتها ده برضو ده نوع يعني بسبب التوتر تمام وإن أنا أكل كتير على فكرة أبقى متضايقة أدخل قطي أود أكل أو العكس على فكرة يعني العكس برضو إن أنا مثلا ما كلش خالص مني اللي قال كده لا أنا 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 محتاج إن إحنا ناكل كل ثلاث ساعات أنا محتاج إننا ناكل كل ثلاث ساعات بالنسبة معينة طبعا بالنسبة معينة يعني أنا هقول لحيك بالضبط النظام الآية هيكون إزاي ولكن أنا هاكل كل ثلاث ساعات عشان نحافظ على معدل الحرق معدل مكينة الحرق تشتغل ما يجيش يقول لي يا دكتور أنا مش بيأكل خالص وفي نفس الوقت بيحصل عندي مشكلة سمنة إزاي لازم نحن ناكل واجبة كل ثلاث ساعات عشان نحافظ على معدل الحرق يعني الفكرة مش في الكميات ولا في الفكرة في نظام 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 يعني إحنا بنغير نمط حياة والتغيير على فكرة يعني سهل جدا إن شاء الله وبسيط جدا إحنا بس بنعرف المشكلة وبنعالجها والموضوع سهل وبسيط وهنتكلم برضو عن موضوع الأكلات يعني مهم جدا على فكرة إذن أنا عندي طبعا ثلاث واجبات عندي واجبة الإفطار واجبة الغداء واجبة العشان طيب لازم يكون عندي واجبة سناك ما بين الإفطار وما بين الغداء تمام لازم يكون عندي واجبة سناك ما بين الغداء وما بين العشان تمام يقول إحنا كلا بنأكل كاميرا في اليوم خمس مرات لكن تيجي تقولي أنا بأكل مرة واحدة بس ورغم كده أنا عندي مشكلة سمنة ما ده غلط أنا عايز أحافظ على معدل الحرق يبقى في نظام في الوجبات بتاعتي تمام لازم يبقى في نظام معين لازم أفطر والفطار على فكرة يكون قبل الساعة قبل العشرة واجبة العشاء أي كان احنا بالنام الساعة كام مهم جدا أن واجبة العشاء تكون قبل النوم بساعتين مش أكل ونام مش أكل ونام يعني إحنا مثلا وما ينفعش نجا أو لا مثلا ايه ما ينفعش حضرتك أو ما ينفعش حياتك مثلا يعني تاكل الساعة عشرة بالليل وما تاكلش تاني ممكن يكون شغله بالليل يبقى احنا كده يعني نظام ما ينفعش أنا بقول وجبة العشق أي أن كان موعد نومه قبل النوم بساعتين ودي نقطة برضو مهمة جدا طب بالنسبة لبقى السناكس لحضرتك قلته ما بيني الوجبات يعني لو تشوكولت مثلا في ناس ما بتقدرش نهية تمنع نفسها نهية تكون تشوكولت أو حلويات كتير أو سكريات تعمل أي ده سؤال يعني ويعني حد بسأله ده دي ناس كتير بتعاني من الموضوع ده اللي هو أنا بحب الحلويات ومش قادرة منها نفسي منها وهدخن وأنا كمان بحب الحلويات كلنا بحب الحلويات طيب مبدئيا نحن بناخد كميات من النشويات أو السكريات هي دي المشكلة بيحصل رغبة أو الحاح في تناول الحلويات وده بسبب إيه يعني من منظور برضو طبي بيردع برضو السبب الرئيسي في كده تكون غازات في منطقة البطن وانتفاخات بسبب قسرة الحلويات أو السكريات طيب إيه الحل؟ أنا أنا يعني بيأكل حلويات كتير أوي ما إحنا مش هنحسابها بقى اللوة هنعرف نحسابها إزاي ما إقدرش أن أنا يعني السؤال هنا بيجي لك ما إقدرش أن أنا أوقف في حلويات لا إنت لو حضرتك الحل بسيط جدا وسهل إن إحنا نقلل في معدل النشويات أو نقلل في معدل السكريات تدريجيا وبالتالي إحساس الرغبة في الإلحاح إن إنت عايز تأكل حلويات بتبقى تلي معك تدريجيا تمام ماشي يا فيكتور طب بالنسبة للإرشادات بقى اللي أنت تنصحنا بيها أو أنت تقول لنا فيها في النظام الغذائي تمام والله يعني هو يعني الإرشادات طبعا كتير قوي ولكن إحنا طبعا هنتكلم في حاجات مهمة جدا في الإرشادات رقم واحد إحنا تكلمنا فيها إن إحنا محتاجين إن إحنا الأكل بتاعنا يكون كل ثلاث ساعات ودي نقطة برضو مهمة جدا تمام عشان نحافظ على معدل الحرق تمام النقطة الثانية في زومة بيسموها سكر ضايت يعني الكلام ده بيصحيح إيه؟ لا خالص أنا عايز أقلل من السكرية يعني ممكن السكر بتاعنا الأبيض العادي بنقلل ممكن ناخد معلقة واحدة يوميا تمام وبلاش موضوع سكر ضايت فيه برضو نقطة اللي هي واجبة الإفطار يعني مهم إن أنا خليها قبل العاشرة تمام واجبة الإفطار بحي أتكلم عن واجبة العاشرة تمام فيه عند نقطة مهمة جدا الابتعاد عن المغبوزات والعيش الفينو والعيش الأبيض والحلويات دي برضو مهمة جدا على فكرة يعني نقطة برضو مهمة جدا المشروبات بتساعدنا في بعض المشروبات بتساعدنا يعني بترفع معنا معدل الحرق زي الزنجبيل زي الإرفة زي الشمر والمشروبات على فكرة مهمة جدا عندي كمان البعد عن المشروبات الغازية تمام والبعد عن العصائر الجهزة إحنا ممكن نستبدلها نستبدلها بفرش أو كده برافو عليك إحنا ممكن نستبدلها بمية ممكن نستبدلها بعصائر طبعية معمولة في البيئة الطبعية مش متضاف عليها أي حاجة خالص تناول اللحوم منخفضة الدهون مهمة جدا تمام منتجات الألبان تكون خالية دسم برضو دي نقطة مهمة جدا في نقطة كمان قلت تناول الدهون المفيدة أنا قلتها زي زيت زاتون أو موجودة في زيت الحار أو المقصرات النية غير محماصة أنا بأكد غير محماصة أو مملاحة تمام في برضو عندي نقطة مهمة جدا لازم أنزل لنزول صحي يعني إنزول صحي يعني إن أنا لما أنزل لازم يكون بمعدل من نصف إلى كيلو في الأسبوع يعني نقول بمعدل أربعة كيلو في الشهر عشان ننزل صح لكن ما ينفعش حاجة حالة تقول أنا مشيت على البرنامج نزلت عشرة كيلو غلط غلط معنا مكالمة تلفونية دكتور معنا أحمد بعد كأن كامل كلامنا مكالمة تلفونية دكتور إن شاء الله قدامنا على الشاشة تمام لو عندك أي استفسار دلوقتي ممكن حضرك تقول كنت محتاج وصفة أو نظام أكل تقفل الشهية أنا بأكل كميات كتير جدا والوزن دايما بيزيد وخصوصا منطقة البط تمام بيقو شكرا لك ميرسيد طب بيقول حضرتك هو عايز وصفة تقفل الشهية لأنه بيأكل كميات كبيرة تمام يعني هو طيب ما قالش على وزنه لا ما قالش ما قالش تمام يعني هو عايز حاجة تساعده على أنه يقلل كميات الأكل الشهية تمام طيب هجاوب على سؤاله بعد كده نرجع لبعض الشهدات تمام فيه كوكتيل اسم كوكتيل غوك الشهية تمام أو سد الشهية تمام الكوكتيل ده سهل جدا وبسيط جدا إحنا بنجيب سيان كمترة أو جوافة أو جذر أو برطقام تمام وبنضيف عليهم طبعا نسبة يعني مع بعض ولا كل حاجة لوحدها لا لا مع بعض نضيف عليه لبن خالي الدسم فخلط تمام بيحصل بينهم مزيج تمام دي بقى بيكون بمثابة الوجبة السناكية حتى تكلمنا فيها وبتتاخد قبل الوجبة الرأسية يعني ممكن تتاخد قبل الغداء ممكن تتاخد قبل العشاء تمام دي على فكرة بتحرق 12% من السعر الحراري طبقا لدراسات برضو كتير أكدت أن بتحرق نسبة 12% وإحنا يعني بنسميها كوكتيل سد الشهية ودي إن شاء الله يعني بإذن الله هتقفل معها الشهية كتير تمام نرجع للإرشادات حضرتك كنت بتقول لنا فيه برضو نهوط نقطة مهمة جدا لشرب المية إحنا أصرناها موضوع المية المية مهمة جدا 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 نشرب مية كتير من 2 ل 3 لتر مية كل يوم نقطر مفيش مشكلة مفيش مشكلة في المية ما عندناش أي بالعكس المية هتفيدنا كتير قوي عندي كمان فيه تمارين شفط البطن التمارين دي احنا ممكن مبدايا بتبقى في الأول مرهقة إلى حد ما لكن بعد كده بنبدأ تدريجيا بنتعود عليها وبتبقى سهلة جدا تمارين شفط البطن يعني ممكن نعملها مثلا يوميا 10 مرات وممكن تزيد 15-20-25 يعني ممكن بعد كده نثبتها عند تدريجيا بالضبط ودي نقطة برضو مهمة جدا قلت برضو ودي برضو نقطة برضو في غاية الأهمية كوب ماء دافئ وليس يعني مش هقول مش ساخن في فرق ما بين ساخن ودافي كوب ماء دافئ صباحا ومساءا هيفرق معنا كتير قوي هيزود معنا ومعدل الحرق بنسبة عالية جدا مرة الصبح ومرة بالليل تمام ودي نقطة برضو مهمة جدا واجبة العشة زي ما قلنا هكون قابل النوم بساعتين في برضو الحاجات العناصر اللي هي اللي هي بترفع امتصاص الحديد يعني نقول مثلا زي البرتقان اللمون الجوافة الفلفل الأخضر على فكرة العناصر دي كلها مهمة جدا بترفع امتصاص الحديد تمام ودي نقطة إن شاء الله برضو مهمة جدا وزي ما قلنا برضو نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نصبت أكلنا يعني نصبت أكلنا مش بمعناه إن إحنا من أكلش على فكرة بناكل هنأكل هنازم نأكل هنأكل كل حاجة ولكن بنظام تمام يعني يجي يقول لك لو يعني ما ينفعش نأكل أو يعني في أنا كتير قوي بتتكلم في كده لا مين اللي قال كده أنا لازم أكل عشان أحافظ على معدل الحرق أنا قلت لحضرتك وبقى أكت تاني وتالت أنا لازم أفطر وأتغدى وأتعشى وأخذ واجبة سناك تمام بعد الفطار تمام قبل الغداء تمام وبعد الغداء ليه قبل العشاء يعني خمس واجبات في اليوم ودي نقطة برضو مهمة جدا المعدلات يعني إن إحنا ممكن بوضع سهل قوي يعني إحنا لو هنتكلم إن إحنا في واجبة الغداء ودي مشكلة معظم الناس واجبة الغداء الجسم محتاج تالت حاجات مهمة جدا محتاج مثلا كربوهيدرات كربوهيدرات هنا بيكون مثلا في شكل الماكرونا الرز العيش تمام وبعدين في نقطة يعني أنا لو أكلت ماكرونا ما أكلش رز أكلت عيش وبرضو نسبة معينة برضو يا رز يعيش يا ماكرونا تمام كربوهيدرات تمام أخذ مثلا مش هقول بالزبط كم معلقة عشان قلنا بتختلف من حالة أخرى بس ممكن أقول معدل متوسط إلى حد ما نقول مثلا أربع معلق مثلا لو أربع معلق رز مثلا أو نقول مثلا ثلاث معلق ماكرونا تمام أو أربع ما فيش أي مشكلة لو عيش يعني إحنا قلنا يا ده يا ده العيش باخد وش الغيف تمام دي نقطة مهمة جدا محتاج في وجبة الغداء الصلطة الصلطة مهمة جدا أنا ممكن أثبت الصلطة في ثلاث واجبات تمام الصلطة مفيدة جدا 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 بتحافظ على معدل الحرق يعني مش معنى أن أنا خس أن أنا ماكلش طبعا يا جماعة مفهمكم عن السمنة مش أن إحنا ما ناكلش ولا ناكل طفحية اليوم كله ولا نعود اليوم كله ما ناكلش غير كمان نص واجبة مش واجبة كاملة مفهمكم غلط أو الدكتور بيقول ناكل ناكل كل حاجة كمان ناكل بروتين ناكل صلطة ناكل رز ومكارونا ولكن بكميات قليلة تمام تمام يا دكتور طب بالنسبة يا دكتور بنسمع عن عمليات كثيرة زي الشفط الدهون وتكميم المعدة الحاجات دي بقى نلجأ لها إمتى ولو منرجأ لها أصلا طيب هو يعني سؤال الأسف الكل بيستسهل دلوقتي وبيجري على الجراحة ولكن عايز أقول لكم أن مسألة الجراحة بنلجأ لها في حالات طبعا معينة زي يعني حالة مثلا السبنة المفرطة تمام في حالات معينة ممكن ألجأ للجراحة ولكن هو يعني اللي هي مثلا تحويل المسار أو بلون المعدة أو تكميم المعدة ولكن إحنا كلنا عارفين الموضوع طبعا بيكون مكلف مديا وخطر والله دلوقتي الموضوع بقى أسهل بكتير مع دكاترة كتير قوي ناس متخصصة في الجراحة بقى موضوع سهل جدا وبسيط ولكن مكلف وإلى حد ما في خطورة يعني أنا يعني ما ينفعش ألجأ للجراحة كده على طول أنا كده بستسهل يعني أنا إيه أول ما عندي مشكلة مثلا مشكلة في 5 كيلو مستسلئيا تمام تمام لازم يكون وزن معين وبعدين كمان في نقطة مهمة جدا لما بلجأ كمان للجراحة بيدخل مع التدخل الدوائي بيساعد بعد العملية الجراحية تمام ولكن ما ينفعش إن هي أول حاجة أبدأ بيها ده مفهوم خاطئ وما ينفعش مع كل الحالات أبدأ بجراحة حالة الجراحة بيكون يعني في حالات مثلا السمنة المفرطة في حالات معينة يعني خلاص يعني الماليد بقى يعني ده نقول مثلا يعني مفيش إرادة مفيش سنه ما يسمحش عنده مشاكل جديد في حالات معينة يعني نقول مثلا يعني أقل من 10% من مرضى السمنة فإحنا عندنا 90% فما ينفعش إن أنا سيب 90% ودخل تحت إطاره 10% إن أنا أستسهل أيها دكتور طب إيها دكتور الميزو سيرابي تمام ده حقن صح حقن هو الميزو سيرابي هو عالم عالم كبير قوي على فكرة يعني هنتكلم عنه بالتفصيل هو طبعا عقار تم اكتشافه في سنة 1952 العقار ده اكتشفه عالم اسمه مايكل بستور العقار ده بيعمل حاجة مهمة جدا الأكشن بتاعه حاجة اسمها شرين كينجفا تيلز يعني انكماش الخلايا الدهنية تمام هو طبعا مستخلص طبيعي مستخلص نباتي طبعا ما فيش منه اي مشكلة خالص حقق صارح كبير قوي في اوروبا وفي امريكا الجنوبية بالتحديد الجمعية الامريكية التجميلية اكدت ان عقار الميزو سيرابي بمثابة عملية شفط دهون استخدم في عدة اشياء يعني استخدم في التجميل كويس اوي استخدم في تجميل الجسم استخدم في البشرة وفي الندبات استخدم في تساكت الشعر وفي الصلع بيستخدموا بعض الناس المتخصصة في تخسيص طبعا اماكن معينة من الجسم ولكن يعني ما بيتناسبش مع بعض الحالات دي يعني مش كل الحالات ينفع يقولك انا هدخل على ميزو سيرابي لا يعني ما ينفعش يعني مثلا مريض بيأخذ ادوية مثلا فيها مثلا حاجات سلط الدم ما ينفعش يعمل حقن الميزو سيرابي مريض عنده مشكلة في الضغط او عنده بيأخذ ادوية قلب عنده مشكلة مثلا في الساكتة الدماغية برضو ما ينفعش ان هو ياخد عقار الميزو سيرابي او مريض برضو عنده مرض السكر ما ينفعش يتناسب معه او سيدة مثلا حمل او سيدة مثلا في حمل او في رضاعة ما ينفعش نستخدم عقار الميزو سيرابي العقار يعني بيستخدم طبعا هو للأسف والحد الوقتي يعني منظمة الصحة نفسها الامريكية ما حديدتش بلوتوكول معين ان احنا المفروض نمشي عليه في حقن الميزو سيرابي مشكلة الميزو سيرابي انه بعد الحقن حاجات بسيطة او ممكن تحصل نقول زي ممكن يحصل زي مثلا اثار بسيطة او كدمات بسيطة حاجات يعني ما كان الحقن لان عقار الميزو سيرابي حقن موضوعي في الاماكن المراد تخصيصها وهو عقار يعني محدش يقدر يجهله لانه عقار بالفعل حقق يعني نجحات كتير اوي في اماكن كتير اوي يعني العقار برضو الميزو سيرابي احنا يعني لو هنتكلم مش هنقول انه العقار الميزو سيرابي بيستخدم في التخصيص بس يعني انا لأ ميزو سيرابي دخل في زمانات حق كتير يعني دخل في التجميل تجميل والصلاة بزبط يعني صرح عظيم لا يمكن لأحد ان يتجاهله فيه طبعا اماكن كتير وفي امريكا برضو على فكرة بترفض عقار الميزو سيرابي ولكن في امريكا الجنوبية اكتر واخد موافقة وفي اوروبا اكتر واخد موافقة عالية جدا وبيشتغلوا عليه فما فيش منه ان شاء الله اي مشكلة بس مع الحالات زي ما قلت لحضراتك ما يكونش عندها امراض معينة وفي نفس الوقت طبعا لانه مستخلص طبيعي ما فيش منه اي صيد افكت يعني غير انه زي ما قلت حقيقي انه في حالات ما ينفعش يستخدم مع القرير الميزو سيرابي تمام يا دكتور طب دلوقتي في ناس مثلا بتعمل نظام ضايت معين في الاول الحرق بيبقى تمام وفجأة الحرق هي بتمشي على نفس النظام ما بتغيروش تمام بتلاقي الحرق بدأ يقل هو هو نفس النظام يعني في الاول دي حالات كتير قوي يعني من صحابي والناس اللي حولها كانوا نعملوا نفس النظام ده دي مشكلة مبدئيا انا في اول ما ذكرت وقلت ان احنا لما نيجي نخص لازم نخص نزول صحي ان احنا بننزل معدل من نص الى كيلو وفي الشهر عشان نتفادى نزول يعني العضلات يعني ممكن تحصل مشكلة في العضلات تمام طيب ايه الحل يعني الحل بمنطقة البساطة تمام او ايه سبب يعني السبب الرئيسي ان الجسم بيمتد طبعا بالطاقة وبالتالي الحرق بيكون عادي شوية اوفر تمام طيب احنا بنمشي على نظام دايت في الاول بيبدأ بقى يزبط اكله وبالتالي بنسبة الطاقة بتقل تمام وده بيحصل رد فعل عكسي للمريض رد الفعل العكسي ده بيخلي نسبة الحرق نفسها لما تقل مش هيحصل انخفاض في الوزن تمام طيب وإيه اللي بيانتك بعديه بتلاقي المريض خلاص وقف في البرنامج يعني قالك خلاص وقف في الرجيم قالك لا خلاص انا كنت بنزل دهوقتي مش بنزل لا طبعا غلط يعني احنا الحل سهل جدا ومسيط جدا ان احنا اول ما بنلاقي الجسم فقد الحرق بنبدأ نشتغل بقى على الجسم بنبدأ نزود السعيرات الحرارية عشان معدل الحرق زيت وبالتالي مش هيحصل لرد الفعل العكسي تمام يعني بنجي من تاني اسبوع لا بنجي بنجدله حاجات فيها سعيرات حرارية عالية وبالتالي يبدأ الحرق معي يعلى تمام ويبدأ الجسم ينزل لمودي التلات يام وابدأ بعد كده روح مقلل السعيرات الحرارية بمجرد مقلل السعيرات الحرارية برضو الجسم يحافظ على مستوى الحرق يعني هي موضوع سهل جدا ولكن ليه حل وحل بسيط جدا يعني لازم عشان كده زي ما قلت لكم ما ينفعش حد طبعا يتابع مع نفسه وبعدين المكياس مش مكياس وزني بس نقطة مهمة جدا يعني المتر على فكرة هو مكياس الوزني اللبس أنا شايفة أن لبسي فرق بين نتبالي مش شايفة أن فيه فرق في الميزان مش معنى كده النورة منزلش خالص يعني أنا مش أنا شوف بالميزان ولا أعرف إزاي أن أنا كده بدأت أخس أو بدأت جسمي يبقى مضبوط شوفي أقولك الحاجة مبدئيا قبل الميزان مهم جدا أن أنا أحس الفرق ده بنفسي أنا أحس الفرق ده مع أصحابي بيقولولي أنت خسيتي في اللبس بتاعي ببدأ أحس طبعا أن خلاص اللبس بتاع بقى واسع علي تمام بحس الفرق ده بنفسي ولكن بالميزان برضو بنستخدم ميزان كتير لكن مش هو المعيار أو مش هو كل حاجة لكن كل حاجة المتر المتر الفكرة مهمة جدا أن إحنا نقدر نحدد نشوف إحنا خاصينا أو ما خاصينا أصلا إحنا لو خلينا المعيار بتاعنا أن إحنا خاصينا أو ما خاصينا هو الميزان إحنا مش هنخس يعني إحنا ممكن نخس في أول عشرة يام أو في أول أسبوع ولو حصلت مشكلة زي اللي إحنا اتكلمنا فيها ما سروح مقافة لنظام الجيب هالس تمام فهو المعيار بتاعي في التخسيس معيار زي موقت لحضرتك المتر على فكرة اللي هو السنتيمتر يعني أن أنا إيس مهم جدا الإحساس النفسي مهم جدا أن أنا أعرف أن أنا خاصيت وبعدين في نقطة برضو مهمة جدا أنا اتكلمت فيها المعيار بتاعي ما يكونش كده بس المعيار بتاعي يكون أن أنا ده بمشي ساعة ما فيش عندي أي مشكلة أنا زي ما قلت في بداية الحلقة أنا كنت بطلع دور واحد بس بنهك دلوقتي بطلع خمسة دور ما فيش أي مشكلة ده معيار ده معيار كفيل جدا أن الحلقة تكمل الأنظمة وتكمل تمشي على نظام الجيم تمام أن عندنا مشكلة في التنفس بالليل قبل النوم حسينا أن إحنا بعد ما مشينا على نظام الجيم أن إحنا مشكلة التنفس الزبطت معنا ده معيار مهم جدا كفيل أن يدينا ثقة ويدينا الحافظ أن إحنا بالفعل أريد يخصينا تمام للأسف وقت ببرنامجنا خلص أنا استفدت جدا ويارب أنتوا كمانتوا كونوا استفدتوا إن شاء الله استنونا في حلقة جديدة بمشكر دكتور أشرف شعراوي مرسي يا دكتور شفر الله شفر الله